سهلاً أهلاً وسهلاً بكل أهلوية اللي بيتابعونا وبيبداوا معنا حلقة جديدة من السادسة في البداية تحياتي لحضرتك إحنا رايحين على فين؟ ده يمكن السؤال الأهم اللي بيدور فأقول مش هقول أغلب المرة دي هقول كل جماهير نادي الأهل يمكن حالة ألأ ممكن تكون حالة غضب ممكن تكون حالة عدم رضا بشكل عام خسارة مبارح ما أعتقدش إنها مؤثرة جدا يعني طبعاً أنت بتزعل في أي مباراة تحت أي ظروف فيها 11 لعيب شايلين تيشرت نادي الأهل والأهل يتعرض لتعادل أو خسارة ده واحد من الأسباب اللي بتضايق وبتزعل كتير من جماهير نادي الأهل وده طبيعي جداً ده أحساسك طبيعي ما تقلقش لكن الأهم من ده إنه ما يبقاش فيه مع ده فكرة القلق والتوتر على مستقبل نادي الأهل ليه؟ واحد خلينا نتفع على مجموعة نقاط كده يعني تبقى أرضية مشاركة نبتدي بيها الكلام وهنتكلم طبعاً عن مركاته وهنتكلم عن حتياجات النادي الأهلي وشكل وطبيعة المنافسة والأهلي محتاجين شكله يبقى إيه السنة الجاية لكن واحد كل من في الملعب كل من في الملعب تعرض لاختبار قاسي جداً 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 بدايةً من ريكاردو سواريش نفسه ومروراً بجهازه الفني ووصولاً لأصغر لعب في نادي الأهلي بيلعب في الفترة دي ليه بقول ده؟ لأنه الحقيقة كل الظروف معكسة ولو كانت الظروف دي مش موجودة كان ممكن جداً جداً نتاك تختلف سواء كنت بتكلم على حكمك أو تقييمك لقدرات ريكاردو سواريش والجهازه المعاون الناس دي قد المسئولية الناس دي تقدر تكمل مشوار وتشيل اسم النادي الأهلي في موسم يفترض أن احنا بإذن الله بإذن الله هننفس على ونحقق كل البطولات مع الأخذ في الاعتبار أن الموسم اللي جاي إلى حد كبير مختلف المنافسة فيه مختلفة الظروف فيه ممكن تبقى أصعب البطولات فيه مستوها أعلى وبالتالي أنت رايح لموسم مختلف عن كل الموسم من قبل كده هل دي كاردو سواريش هو رجل مرحلة ما حدش في مصر يقدر يجاب على السؤال ده بممتاز صراحة يعني عشان نبقى متفقين الرجل لم تكتمل الفرصة الكاملة بالنسبة له عشان تقدر تقيم أداءه كمدير فني الرجل ده عنده كورة كل اللي انت بتشوفه مجرد انطباعات وكل اللي انت بتسمعه النهاردة مجرد انطباعات لكن هي بجد تجربة لم تكتمل حتى اللحظة هتكمل مش هتكمل دي حاجة في علم الغيب وصولا للعابين الحقيقة اللي بشوف انه من الفترة اللي تولى فيها ميستر موسمان ومن الفترة اللي ابتدت فيها تظهر علامات الإجهاد والإرهاق الشديدة جدا وتوالي الإصابات على فريق النادي الأهلي كان من المفترض الحقيقة انه اللعيبة دي القماشة دي تاخد فرصة بالتدريج وما يبقاش كله دفع واحد ما ينزلش كله تحت المقصلة زي ما بيقولوا كده مرة واحدة في الظروف دي كانت ممكن نتيجة جدا وكان ممكن تقييمك انت شخصيا كمشاهد يبقى مختلف الأهم بالنسبالي واللي حايمة بتكلم فيه معاكم كجمهور نادي أهلي هي فكرة اسلوب أو مدارس التعاقدات يعني العالم طبعا في العشرة السنين الأخيرة الدنيا في الكرة اختلفت على كل المستويات اختلفت بشكل عنيف لدرجة انك انت ممكن تقول ان احنا اتنقلنا من مستوى الاحتراف لمستوى احتراف الاحتراف النهاردة حجم الصفقات اجمالي المبالغ اللي بتنفقها كل اندية العالم مش بتكلم علينا في مصر بس مش بتكلم بس عن نادي الأهلي بقت مهولة سواء على لعبين او سواء على أجهزة فنية لما تيجي تتكلم على حجم المواهب اللي موجودة النهاردة احنا عشنا تقريبا عشر سنين مفيش في الكورة في العالم كله العالم كله غير رونالد وميسي حجم المواهبة على مستوى العالم كله الحقيقة انا بشوف انه فيه ندرة يعني يمكن الناس اللي بتحب الكورة واللي بتحب اللعيبة الحريفة قوي ممكن كتير منهم يتفق معايا في الكلام ده فبقى فيه ندرة حقيقية في المواهبة ونتيجة ده بقى اننا بنسمع عن أرقام فلاكية في اللعيبة يمكن يعني اعتقد ان هم ما هماش فلتات لما تقارنهم بلعيبة من خمستاشر عشرين سنة لا فيه أجيال تانية كان فيها خمستاشر وعشرين وثلاثين أسطورة من البرازيل تلاقي ومن الارجنتين تلاقي ومن فرنسا تلاقي ومن انجلترا تلاقي وهكذا المانيا على سبيل المثال المانيا قدمت مجموعة لعيبين عظام على مدار اخر تلاتين واربعين سنة وكانتضيف أصيل فيه عدد كبير جدا من نهاية كسر العالم المانيا يعني مش شايف مين هو أهم موهبة في المانيا النهاردة من 4-5 سنين فاتوا بسر لكن في النهاية نرجع لقصوب التعقدات وبالنسبة الكلام أكتر على الاندية فيه عندها كتير جدا النهاردة بتعتمد على البودجت عندها سنديق استثمار عندها دول عندها عائلات يعني غنية بتملكها فبالتالي ما عندوش مشكلة في فكرة البودجت مين اللعيب اللي انت عايزه فلان فلان يبكام خلص بنشوف ده مثلا بيحصل في PHG بنشوف ده بيحصل في منشست الستي وغيرها من الاندية فيه عندها تانية الحقيقة عندها مدرسة بتعتمد بشكل كبير جدا على الكشفين بس مش الكشفين بتعزمان الكشفين بالمفهوم الجديد بالمفهوم الاحترافي لعيبة تقدر تجيبهم بمبالغ بسيطة جدا تستفيد منهم فنيا ويتطوروا معاها بشكل كبير جدا وتستفيد بعد كده من عدد بيحهم وابرز مثال على ده مثلا فرقتين بشوفهم الحقيقة نموذج يدرس ايكس مستدام وبروسيا دورتموند وممكن اعدلك عشرة خمس عشر اللعيب تلعم الفرقتين دول في المواسم الأخيرة مستويات الفرق ما تهزتش دورتموند وايكس ما تهزوش بشكل عنيف جدا قدروا يحافظوا على نفس الرنك اللي هم موجودين فيه قدر ايكس يكمل مشوار المنافسة في البطولات الهولندية صحيح ما بيروحش بعيد في أوروبا لكن قادر يحقق البطولة الدوري الهولندي وفي نفس الوقت استفاد بشكل كبير جدا مادئيا من الصفقات دي حكيم زياش فرينك ديونج السندي سيباسيان هولر بالمناسبة أنتوني بنسبة 99% رايح مانشستان واشوفه أهم صفقة في الدوري الإنجليزي السندي بعد إيرلينج هولند في مدرسة تالتة تعتمد إلى حد كبير جدا على الأسواق المحلية بتاعتها ويمكن لو كلمنا على اقتصاد الكرت القدم ما فيش شك أنه الأهل هو أقوى نادي من ناحية الاقتصادية ومن ناحية قدرته على توفير التمويل للصفقات بتاعته على مستوى مصر لكن فيه متغيرات كتيرة جدا حصلت حوالينا في المنطقة في الريجن ده ريجن شمال أفريقيا والشرق الأوسط تقول أنه على مستوى الشرق الأوسط لا القلقصة دي مش مؤسرة قوي وأبرز وأهم اللاعبين النهاردة اللي موجودين على أقل في أفريقيا بقى بسهل جدا أن هم يروحوا أو يبصوا لصفقات مرتبطة بالأندية الخليجية اللي تقدر توفر حتة المادة دي بشكل كبير لكن هل تقدر توفر البطولات هل تقدر توفر التاريخ هل تقدر توفر نجاحات ده سؤال تاني على كل أحوال اللعبة دي حابب أتكلم فيها معاكم النهاردة لعبة الانتقالات وإزاي النادي الأهلي شكل الموسم اللي جاي يفرد على النادي الأهلي مشاكل النادي الأهلي اللي زهرت السنة دي حالة الإرهاق والإجهاد اللعبة اللي يمكن فقد الجزء كبير والمستواها الشباب اللي تلعوا وتصعد هل فيهم من يستحق أنه يستبرم على النادي الأهلي ولا ممكن ياخد فرصة تانية بالإعارة أو حتى الاستغناء المحترفين وتقييمهم وتقييم مستوى أداءهم مع النادي الأهلي في السنة دي كلها حقيقة موضوعات مرتبطة بشكل كبير جدا بشكل الأهلي السنة اللي جاية سمعتوا أسماء كتير أزن وصفقات كتير جدا لغاية الواحد ما أرهق يعني يا شخصين أرهقت طبعا فيه كواليس كتير جدا مرتبطة بالمفاوضات سواء مع لعبين وفيه لعبين كتير مضو لكن تتبقى الخطوة الأخيرة مع أنديتهم كل ده النهاردة هنتكلم فيه في السادسة بس تسمحوا لنا قبل ما ندخل فيه التفاصيل وقبل ما نبدأ حلقة النهاردة نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم